فيه مثل مصري مشهور بيقولك ايه بقى؟ الضربة اللي ما تموتكش بتقويك وده مثل حقيقي جدا لانه فعلا بيحصل في حياتنا وبنشوفه في مواقف كتيرة جدا فيه ناس كتير بتقدر فعلا انها هتعدي مشاكلها وتبقى نكحة في حياتها بس في نفس الوقت فيه ناس لسه وقفة في مكانها مش قادرة تعدي الأزمة اللي هي فيها ناس دي بقى بتكون محتاجة ناس يقدروا يدوهم طاقة إيجابية ويشاركوهم تجاربهم ويقولولهم ازاي يقدروا يبدأوا من جديد زي بالزبط ده فتنة اللي مشارفانا النهاردة واللي مرت بمواقف صعبة وبدأت من جديد وقدرت ان هي تنجح وبدأت تصدر كل الإيجابية وتقف لأي حد عنده مشكلة وتديره طاقة إيجابية وانه يبدأ من جديد منورانا النهاردة الانفلوانسر نسمى خدر ازايك يا نسمى؟ ازايك حمدتي عملا إليه الحمد لله نسمى بيقولوا ان هي محتاجة شجاعة كبيرة قوي او تيك سكورج كده بيقولوا الجملة دي صحيح عشان تقدري تعملي فيديوهات على السوشال ميديا تقدري تقولي انك مريتي بايه كلها انت كسرتي طابو بتاع الناس اللي تقولك لا استخبي ما تقوليش انك انفصلتي او 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 انت قدرتي تبتدي على السوشال ميديا وتعملي لنفسك بلاتفورم كده او لكي لاين معين مختلف وقدرت تقولي الناس لا هو عادي خالص انا منفصلة وبعيش حياتي وقدر ابدأ من جديد ابتديتي ازاي على السوشال ميديا ومين شك جايك تكسري الطابو ده ازايك الاول انا اتديت على السوشال ميديا بقالي سنتين لقيت ان في ناس بتحبيني وناس متفاعلة معي وحاسين ان رأيي مهم بالنسبة لهم فكملت ازاي كسرت الطابو ده انا مش حاسة ان هي حاجة لازم تكمل اصلا موجودة في المجتمع ان الست لما تكون منفصلة او متطلقة او متجوزتش او 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 بزبط ان ده يكون في مشكلة اصلا ده مش بيعبر عن اي حاجة خالص في شخصيتها ولا في اي حاجة فيها يعني مش نقص فيها بس عشان كده انا كنت بكلم في الموضوع ده فانا اي حاجة بكلم فيها على البلاتفورم بتاعتي ببقى فعلا انا مصدق ان ده مش صح انه يكون موجود وما فيهاش حاجة ان احنا نحاول نغير المجتمع دلوقتي لكن مين شجعك يعني عارفة اصحابي لا مفيش حد شجعني غير اصحابي والاهم من كل ده ان انا كنت مع لايف كوتش من ساعة لما انفصلت بقالي سنة ونص لغاية دلوقتي فهي لايف كوتش هي اللي ساعدتني كثير قوي في الاول ان اعرف اصلا انا بحب ايه اعرف نفسي يلا بنا يا ناس ما نشوف الفيديو ده كده اعرف لكم بعترفة انا بني قدمة متوترة وقلوقة جدا عارفين ايه اللي ساعدني اقل التوتري اني تنفس اكيد كل انا بنتنفس انا قصدي التنفس التاني اللي بتملي بيه جسمك ويطلعيه بالراحة لما تعودت على الطريقة دي التوتري بتدا يقل وابتديت اخلص من الارهاق والافكار السلبية ما تنسيش تتنفسي